اشتركوا في القناة لتصحيحها بما تقتضيه ضرورة تطوير إدارة المال العام والأداء الإداري والمالي قرر المجلس إحالة التقارير إلى اللجنة التنسيقية للإشراف على التحقق من الملاحظات والتوسيات الواردة فيه وفقا للألية المتبعة أثناء مراجعة التقارير السابقة لدوان الرقابة المالية والإدارية معربا المجلس عن شكره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في التقارير هذا العام منوها بالدور الذي يطلع به دوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز الحوكمة للوصول للممارسات الصحيحة في هذا الجانب بعدها أعلن مجلس الوزراء عن استهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري في العام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة إلى ذلك فقد رحب المجلس بإطلاق المملكة العربية السعودية شغيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحزمة الأولى من مبادرات السعودية الخضراء وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد لائب رئيس مجلس وزراء وزير الدفاع عن استهداف الوصول للحياد الصفري في العام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون مؤكدا المجلس على أهمية هذه المبادرات وأهدافها في حماية البيئة وموجهة تحديات التغير المناخي موسيقى ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا المفاقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من مذكرات التفاهم وبرلامج تنفيذي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشغيقة والتي تستهدف فتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجلات مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بخصوص طلب المجلس الأعلى للبيئة للانضمام الاتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال شركات دولية بين القطاعين العام والخاص مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن التعهدات الخاصة بالصحة والتغير المناخ والتي تأتي كجزء من التزامات مملكة البحرين الدولية وضمن خطواتها للقيام بدور فاعل في العمل المناخي وتطوير النظام الصحي الوطني مذكرة معاني وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2019-2020 والمعد من قبل المجلس الأعلى للمرأة والذي يهدف إلى قياس فعالية وتأثير السياسات والتشريعات في تحقيق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كبيت خبرة دولية في مجال تقدم المرأة والتي كانت من أبرزها ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين خلال العامين 2019-2020 إلى نسبة 69% وفي المجالات الرئيسة إلى نسبة 73% وفي الأداء المؤسسي بنسبة 65% حيث تحسنت مؤشرات مشاركة المرأة في الوظائف الخصوصية والسلطة التشريعية والنشاط التجاري والتمثيل في مجلس الإدارة واللجان كما وفق المجلس على مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026 والتي تستهدف إبراز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي وزيادة مساهمات القطاع السياحي في الناتج المحلي وتنويع المنتج السياحي وذلك عبر عدد من المبادرات والمشاريع التي تعزز عناصر الجذب السياحي وتعزيز مقومات الإقامة السياحية بالمملكة ومتطلباتها من تعزيز فرص الاستثمار السياحي مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 2021 والذي تنول نتائج أداء مؤسسات التعليم والتدريب بعد تطبيق الأطر الاستثنائية للتقييم خلال جائحة فيروس كورونا مذكرة بشأن حزمة من السياسات الرقمية تهدف إلى تعزيز توفير الخدمات الحكومية الألكترونية وتسهيل استخدامها من قبل مختلف القطاعات لتشجيع الإبداع وتطوير الأعمال وفق أفضل المعايير والمؤشرات العالمية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن المشاركة في مؤتمر دعم مبادرة استقرار ليبيا على مستوى وزراء الخارجية وأهم المواضيع التي تم بحثها أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونتائج الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين دول المجلس استضافة مملكة البحرين للاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة والمؤتمر الرابع وثمانين لمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركات في عدد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية لوزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر